والأمر من كل هذا وذاك أن الشعب الفلسطيني يتضرر أيما تضرر من حالة اللامبالاة الدولية أمام ما يعانيه من اضطهاد وظلم وطغيان كيف لا وهو الذي يقال له حين استكانة الأوضاع وهدوئها أن قضيته ليست أولوية المجموعة الدولية وحين الاحتداء عليه وتصعد الأحوال وتأججها تتوجه المساعي على شحها وتواضعها صوب معالجة الواصب غياب السلام عوض العمل لإحلال السلام بعينه جيل كامل من الفلسطينيين لم يعرف معنى مسار السلام جيل كامل من الفلسطينيين لم يشهد مبادرة جدية واحدة لإحياء هذا المسار وجيل كامل منهم لم يسجل تحركا دوليا واحدا للتكفل بأوضاعه والاستجابة لتطلعاته المشروعة في استرجاع حريته وإنهاء احتلال أراضيه والتمتع بحقوقه وإقامة دولته المستقلة موسيقى